واسمحولي أرحب بضفتي اللي معانا في الستوديو خبيرة الطاقة لأستاذة سونيا الحفال أهلا بيك أهلا بيك يا حبيت أول مرة في أحكى أنا معانا وحقيقي أنا منتظر الحلقة دي وعملين نحضر لها وإيه الهدايا وإيه الحاجات اللي هنقولها وإيه غلط وإيه الصح فالنهاردة إن شاء الله ندي أسرار جمدة جدا لأستاذة المشاهدين خلينا الأول نبتدي بطاقة الهدايا يعني أنا سمعت إن أنا لما أجيب لخاطيبي إزازي بارفان اللي هو بيرفم وده غلط بنسيب بعض خلينا كده نقول الأول حاجات الغلط كلها وبعد كده نرجع نقول حاجات الصحة طيب في الأول كده أنا مبسوطة إن أنا معاكو طبعا إحنا كنا وببقى مبسوطة إن خلاص بدأنا نفهم يعني علم الطاقة وكنا بنعمل حاجات غلط كتير بدأنا نتنبه لها بدأ كتير اللي بيستخدموا علم الطاقة حياتهم تتصلح الحمد لله خليني قبل ما ألتقط الهدايا أقولك إن إيه فكرتها عشان فيه ناس تقولي يعني إيه كل شيء في الكون ليه تردد معين يا أصبت ترددي معي يا بوز ترددي معي بمعنى أنت مثلا بتقولي يا مهة كل اللي اسمه أمها هيرض عليك لكن هلأ أنت ينفع تبقى عايزة دونيا تقولي يا مهة يعني تقولي واحدة اسمها دونيا تنادي تقولي يا دونيا تقول ما هترد عليك لا ما بتشوكيش تقطك معها هو ده التقاط الإيجابية إزاي كأن التقاط دي بابلس كده حواليكي وإنت عمالة تستضيها أنا بستضل تقاطي تقاط المال أنا بستضل تقاط الصفر أنا بستضل تقاط الزواج الارتباط إزاي توصل لها حلوة حلو أنا بقولها بسطة يعني بطريقة مبسطة عشان نفهم إيه إيه طاقة يعني إيه طاقة طيب إنتي قلت تقاط الهدايا ليه رسول عليه السلام قال تهد وتحبه فعلا الهدايا بسبب وبدون سبب عشان كتير في العلاقات الزوجية أقول هاتوا هدايا لبعض من غير سبب مش لازم بقى ما تلاقي حتى تدخل عليك بهدية حتى من غير سبب بالعكس بتفرحك وبتزيد المحبة فعلا يعني طاقة الهدية نفسها كهدية عشان كده رسول عليه السلام قال تهد وتحبه وده كلام طبعا متقال غير مرسل ده كلام مؤكد اشتركوا في القناة